والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمال أقسم وصدق والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحمال ما أكثر الساعات التي تتمر بنا ونحن نحرم منها لا نستجد منها تذهب سبهلنا والعمر والزمن أغلى من الثمن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها شيء لكن العمر والزمن لا أتي بدلها شيء إذا ذهب ذهب ما فيه رد ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ما في رجوع إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبحث لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحا أنت الآن في مهلة اغتنني الوقت اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ربك ادعو فإنه تعالى ينزل للسماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأوطيعه من يستغفروني فأغفر له من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنفسه أمر بسيط جدا نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل لكن فلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها نتوضع نصل ما شاء الله نوتر هذا أمر أظنه بسيطا جدا كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرى لله فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرى لله لأن في كل شيء أمامنا آية من آية الله آية من آية الله فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آية الله ذكرنا بذلك الله عز وجل ذكرنا الله فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته القلب الآن أنا أسألكم هل قلوبكم على وثيرة واحدة دائما لا في غفلها أحيان في إنابة أحيانا في تذكر أحيانا في حياة بينة أحيانا أحيانا يحيى قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يد الله عز وجل مصليا ساجدا قبل ثلاثين سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان لأنها أثرت في قلب فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل فالغفلة موت قسو للقلب وموت للقلب ترجمة نانسي قنقر